اكد صاحب اسمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد اكد على الدور المتعاظم للاعلام واهميته في دعم السياسات والبرامج التنموية لافتا سموه الى اهمية مواكبة التقدم السريع في مجال الاعلام والاتصال والمتغيرات في قنوات التواصل بما يجعل من منظومة الاعلام الوطني مشاركة بفعالية اكبر في تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر رفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الاعلام حيث اطلع سموه على خطة عمل مركز الاتصال الوطني والجهود المبذولة لتعزيز منظومة الاتصال الحكومي وفقا للتطلعات المنشودة وخلال اللقاء أكد سموه على أهمية الدور الذي يطلع به مركز الاتصال الوطني وحفظ سموه القائمين على المركز على مضاعفة الجهود لمواكبة التطورات على صعيد الاتصال وتعزيز التواصل مع وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية متمنيا للسيد أحمد خالد العريفي التوفيق والنجاح في مهام عمله كرئيس تنفيذي لمركز الاتصال الوطني من جهته رفع سعادة وزير الاعلام خالص الشكر وعظيم التقدير إلى صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على دعم سموه لكافة البرامج والخطط التي تستهدف تطوير الاتصال الحكومي